اشتركوا في القناة فسبحانه يحب العدل وأهله ويبغض الظلم وأهله وينتصر ولو بعد حين ممن ظلم وقتل وشرد وهجر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وتاج الأتقياء والصالحين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أيها الجمع الكريم بارك الله بكم وبوقفتكم هذه ونفع الله بكم وكتب هذه الوقف في ميزان أعمالكم وجعلها حجة لكم عند ربكم وجعلها تكفيرا لتقصيرنا تجاه إخواننا في غزة وتجاه قضية الأمة قضية الأقصى قضية مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم فأيها الجمع الكريم أبشروا بنصر الله تعالى لكم وبنصره لإخوانكم في غزة فبعد أن كانوا مستضعفين تكالبت عليهم الأمم فإذا بالأمم اليوم يستجدون منهم الموافقة بأن ينزلوا عن شروطهم ليقيموا هدنة دائمة كما يقولون لكن يأبى الصادقون المجاهدون إلا أن يرضخوا أعداء الدين إلا أن يذلوا من أراد تدنيس مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم نقول جميعا وبصوت عالي ما نهتم ما نهتم يا أقصى نفديك بالدم ما نهتم ما نهتم ما نهتم يا أقصى نفديك بالدم ما نهتم ما نهتم يا أقصى نفديك بالدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وعلى دعاة الحق أجمعين وبعد فهذه وقفة لنصرة المظلوم لنصرة إخواننا في المسجد الأقصى هذه وقفة لله سبحانه وتعالى وهذا من باب نصرة المظلوم كما قلنا وهو الأسبوع العالمي لنصرة الأقصى الشريف ولا علاقة له باليوم العالمي لنصرة الأقصى فعلماء المسلمين على كافة اتجاهاتهم ومجامعهم الفقهية والدعوية والاتحاد العالمي ورابطة أمة وخطباء بغداد دعوا إلى هذه الوقفة المباركة نصرة لإخواننا في فلسطين ولقد أعجبني موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عندما بدأت كلمتها بقولها الإسلام يدعونا للنصرة المظلومين وهذه الوزيرة حفظها الله ورعاها أسلمت منذ زمن وارتدت الحجاب قبل أيام توقيرا للآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أحاديث ومن ضمن هذه الأحاديث في نصرة المظلوم وكثير مننا وكثير من الأمة والخطباء وكثير من السياسيين قصروا في نصرة إخوانهم خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذل عنده مؤمن وهو قادر على نصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلاعق أو كما قال عليه الصلاة والسلام من يتحمل هذه الكلمة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى النصر المؤكد لهم لا نفرط في مسر النبي صلى الله عليه وسلم وأحكي لكم هذه الحكاية الوارد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما فتح المسجد الأقصر صلى في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد التابعين قال له أين أصلي قال خلف الصخرة خلف الصخرة قال ضاهيت أي شابعت اليهودية ولكني أصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسر نبينا صلى فيه سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى فيه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والإسراء والمعراج التي قال فيها سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والإسراء كان بجزء يسير وقت يسير وقليل من الليل وهذه معجزة أخرى تحياتنا للأبطال المجاهدين المرابطين هناك وإخوان المسجد الأقصى مجرد الخدمة فيه نوع من الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا ما تعدون الشهيد فيكم قالوا القتيل مع المشركين فقال عليه الصلاة والسلام إذن شهداء أمتي قليل أو لقليل فذكر أصنافا من الشهداء الغريق والحريق أو ما إلى ذلك والمرأة تموت بجمع أو بجمع ومن صرع عند أبتي فهو شهيد ثم قال عليه الصلاة والسلام وانظر إلى هذه البشارة قال وسادن بيت المقدس من الشهداء مجرد الخدمة في المسجد الأقصى هو نوع من الشهادة فكيف بمن يقاتل بنفسه وبدمه وضحى بنفسه وماله في سبيل الله وهم يقيفون هذه الوقفة المباركة في سبيل الله وهم الطائفة المنصورة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذ لهم ولا ما أصابهم من لأواء ومن شدة وندعو لهم بالثبات اللهم انصر المجاهدين الصادقين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ممكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم ارحم شهدانا اشف مرضانا وجرحانا فك أسرنا وأسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا شباب بصوت عالي يا صهيوني صبرك صبرك يا صهيوني صبرك صبرك وبغزة نحفر لك قبرك يا صهيوني صبرك صبرك وبغزة نحفر لك قبرك الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إليه المشتكى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام فانتفظي فإن الجرح غائر والجمع مذفقد العقيدة فهو مضطرب وحائر وجريحنا الأقصى هوى وديس بالحوافر فهناك تعبث في جوانب أرضه عصب الكوافر وتسومهم ذلا وخصفا وقتلا كالبهائم في الحضائر يا رب يا رب يا رب يا ربي أيقظ أمتي كي تعود إلى رحابك واهدي المسلمين لكي يسوسوها بوحي من جنابك وأمدها بالنصر ليس النصر إلا من جنابك ليس النصر إلا من جنابك أجمع العلماء أنه إذا استغاث مسلم جريح مسلم لإخوانه المسلمين استغاثهم واستنصرهم واجبٌ على الأمة أن تغيثه واجبٌ على الأمة أن يغيثوه لأن الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فواجبٌ على الأمة بعد أن استغاثت بها غزة واجبٌ على الأمة أن تنتفض وأن تتحرك لأجل أهل غزة ولأجل المسجد الأقصى ذاك الذي من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لماذا إلى المسجد الأقصى أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لأمتنا ولحبيبنا ومصطفى قطبا عقيدة التوحيد المسجد الأقصى والمسجد الحرام قطبا عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأمتنا هي أحق الأمم بالمسجد الأقصى بعد أن عاث اليهود في الأرض الفساد نحاهم الله سبحانه وتعالى فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم ذكر آية واحدة من الإسراء وبعدها ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود وذكر جرائم اليهود وما أحل باليهود ثم ذكر في الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما معنى ذلك؟ أي معنى ذلك أنكم يا أمة الإسلام أنتم أهل السيادة على الإنسانية وأنتم أحق الأمم أن ترثوا هذه الأرض وأن المسجد الأقصى هو مسجدكم وأنكم أحق الناس بأن تقودوا أمة الإنسانية ولا مقام لليهود لأنكم أهل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى غزة العزة هي جريحة رغم جراحها لكنها تمد الأمة بقوة ها هو رجل يخرج من أهل غزة لمد الأمة أجمع بقوتها كلنا في يوم من الأيام ننتظر أخبار النصر من غزة لأن الأمة ينبغي أن تعلم إذا كسرت غزة لا قدر الله فإن الأمة ستخذل وغزة لن تنكسر بإذن الله وإنما نحو العز وإنما نحو النصر ونصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى فلهذا أنصروهم ولا تخذلوهم يقول عليه الصلاة والسلام ما من مرئ مسلم يخذل مراء مسلما في موطن ينتقص فيه من أرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من مسلم ينصر امراء مسلما في موطن ينتقص فيه من أرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله إلا نصره الله كل مسلم ليعلم علم يقين أنه على ثغر من ثغر الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك الإمام أحمد وأبو داود كل مسلم من المسلمين على ثغر من ثغر الإسلام الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك فأنت يا عبد الله أنت على ثغر من ثغر الإسلام أنت على موقف من مواقف الإسلام والله الله يؤتى الإسلام من قبلك في معركة اليمامة وأختم بهذا في معركة اليمامة والأزمة أزمة شدة كبيرة تعرض لها المسلمون وها هو سالم مولى أبي حذيفة صاحب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن من أربعة وعد منهم سالما مولى أبي حذيفة يتسلم الراية في يوم اليمامة والأزمة أزمة ويقاتل قتال الأبطال فيقول فيقول الله 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 بئس حامل الراية بئس حامل القرآن إن هجم الإسلام من قبلي بئس حامل القرآن إن هجم الإسلام من قبلي فيحمل الراية ويقاتل قتال الأبطال وتقطع يده فيحمل الراية بيده الأخرى ويقاتل وما زال حاملا للراية حتى استشهد وارتقت روحه إلى السماء فأنت على ثغر من ثغر الإسلام أنت على موقف فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك لا تنساهم لا بدعوة لا بتضرع لا بدمعة والله يؤلمنا جراحهم تؤلمنا جراحهم لكن حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلمة الذين لا يتجرؤون على كسر ذاك الحصار ويحولون بينكم وبين وصولكم إلى أهل غزة وإلى المسجد الأقصى ظلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأمتنا من يقودها نحو تحرير المسجد الأقصى وتحرير غزة نعم أيها الكرام كنا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى آخر حديثه صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر تتقاصر الهمم وتخجل الكلمات أمام التضحيات العظيمة التي لا يمكن وصفها التي يقدمها إخواننا المجاهدون في غزة العزة ولكن لا بد من البيان أن أمتنا كتيبة في تلك الأمم ويجري عليها ما جرى على الأمم من قبلنا مصداق ذلك قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله جاء الجواب الإلهي ألا إن نصر الله قريب ابشروا يا إخوتي بنصر الله القريب فإن هذه الآية نزلت على الكتيبة المسلمة وهي تقارع الشرك وتقارع كفر أهل الكتاب من اليهود ومن سار معهم في تلك المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا المجيدة في بداية الدعوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقون من الهول ما يلقون فبين الله لهم أنهم كتيبة في كتائب الأمم السابقة وأن الدين والتوحيد ولا إله إلا الله لا تقوم إلا بتضحيات وجهاد وإنه لطريق طريق الإيمان والجهاد والصبر والتضحية يجري على كل دعاة التوحيد على مر العصور وكر الدهور إن الأمة المسلمة يتحقق لها هذا النصر متى ما تحلت بأخلاق أهل غزة فلا ينحنون أمام الرياح العواتي ولا أمام ضرب المطارق القاسية ولا أمام هجمات المغرضين ولا أمام الحروب النفسية والإعلامية وحرب الجوع وغيرها كل هذه النفوس عندما سمت فوق هذه الآلام والجراح اختار لها الله النصر العظيم واختار لها الله الجزاء الذي لا تصور له في عقل البشرية ألا وهو الجنة لأن الروح تسامت في ميدان نصرة هذا الدين فتعالت عن هذه الطينة وارتفعت إلى حياة أهل الجنان وهذا هو الجزاء العظيم الذي ادخره الله عز وجل لكل الصابرين على طريق الإيمان والمضحين في طريق الجهاد وإنه لطريق واحد لا يتخلف ولا يحيد وإنها سنة الله في الأمم وفي الجماعات التي تقيم شرع الله عز وجل لا بد لها من تمحيص ولا بد من انصهار العقيدة في بودقة حتى تتلألأ فتكون براقة حتى في عيون أعدائها فيرغبون بالانضمام إليها والاندماج بها وحمايتها والدفاع عنها وأسطورة أهل غزة الأبطال جسدت هذه الصورة في العالم الغربي المنكر للدين والمحارب للإسلام فنراهم اليوم يقيمون المظاهرات والمؤتمرات نصرة للمستضعفين في غزة وإقبال على الإسلام كبير لماذا؟ لأن أهل العقيدة صبروا على ما أصابهم من جراح وآهات وكل عقيدة ومبدأ لا بد له من ترحية في بداية الطريق حتى يقوم على أكتاف أولئك الأبرار الذين تتسامى أنفسهم ولا تتطلع إلا إلى ما عند الله ولا يحنون رؤوسهم إلى الأرض ويرتفعون عن هذه الحمأة أيها الأخوة إنما يجري على أهل غزة سيجري على كل مسلم إذا بقت الأمة مقصرة بجهادها وبتضحيتها وتخجل من تاريخها فاجعلوهم لكم أسوى واجعلوهم لكم قدوة واحذوا حذوهم وسيروا في طريقهم وإنه لجهاد نصر أو استشهاد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله خير وبارك الله بكم على هذه الوقفة وسنبقى نرددها جيلا بعد جيل لا للتطبيع يا إسرائيل نعم هذا هو مبدأنا وهذا ما سنورثه لأجيالنا حتى ندوس على إسرائيل بأحذيتنا فتبا لهم ولمن طبع معهم ولمن وقف معهم ولمن أيدهم ولو بشطر كلمة تبا لهم ولعنة الله عليهم وعلى من عاونهم جزاكم الله خير وجعل الله هذه الوقفة في أعمالكم وجعلها حجة لنا ولكم يوم نلقاه وهو راضٍ عنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انطلقوا راشدين مستبشرين بأجر الله سبحانه وتعالى موسيقى موسيقى موسيقى